الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حياة الصلاة حياة الصلاة حياة الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهجيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدى ومن يضي فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله الحي الذي لا يموت هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو على كل شيء قدير وشغل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ رسالة وأثى الأمان ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولن تبتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد إخوة الإسلام حديثنا اليوم من الواقع حديثي مع حضرتكم من خلال تجربة شخصية وكلنا يعني بالتأكيد مرة بهدى التجربة وكلنا يعني بالتأكيد مرة بهدى التجربة لن تقول هذا إذا كان لديك مشكلة لديك مشكلة وأنا فقط هذا في واحد خطبات وفي درس بعد الظلم يجب أن تجربة تجربة ولكن لنذهب لك قبل أن تبدأ في أغلب الحالات في أغلب الحالات تجد أن السبب للمشكلة هما أحد هذين الأمور الأول لقد أخضرني فلان بكذا الواحد قالي وقال لي فلان بيقول عليك كذا هذه أول حالة الأمر الثاني هو قال الكلمة دي أنا سمعته أنت سمعته يا شيخ بيقولها بس أنت مش فهم هو أصدوي أنا فهم بقى هو أصدوي أنا عارف وأصدوي أنا أنت مش عارف خلفيات المنظر يبقى أنا بين أمري الأمر الأول استماع الأخبار دون التثبت والتحقق والأمر الثالي هو سوق خلق تقع معظم المشكلات وأنا يعني أكاد يعني في كل مشكلة إن دونت الأحداث في الترتيب لا أجد أكثر من هذين الأمرين تتحدث إلى الإخوة يا شيخ والله فلان جاي لحد البيت وأنا أثق فيه يعني أن هذا رجل ثقة وقال إنهم قالوا كذا عليه وانت مش فاهم هما أصدوهم كذا وكذا وكذا يحب نحمل الكلام أكثر من طاقة ما أحاول أن أقول بأنه كل مواهل يحدث بين أي مواهل بين أي مواهل يجب أن تجدين مواهل مواهل أولا أن يجب أن يكون لديك عن أمسك المشكلات وأن تتخذها منه لأنه يكون لديك الشخص للأسفل والآخر هو أجتماعي سنظر مما أنه كل ما يسمحك من المسلمين أو حسن المسلمين لا تأكده أيسك ما هو بإطلاق الإجتماع لزيارة القرآن والسنة وإذا جاء لك صخص بخبر لابد أن تفترض فيه أنه ليس صادقاً أولاً طالما أن هذا الخبر سيؤدي إلى وقيعة بينك وبين أخيك المسلم مهما كان هذا الشخص الذي ينقل إليك الكلام لذا إذا كان أحد يحضر إليك عن أخيك المسلم وكذلك ما تتحدث عن أخيك المسلم سيكون هناك مشكلة بينك وبينه يجب أن تتوقف تقرأ أولاً لا تقرأ أي أشياء قبل أن تقرأ أولاً ربما يكون خبر الخبر أخ وربما يكون أب وربما تكون أم وربما يكون صدير والكل يحبه ولكن الله تبارك وتعالى نعت كل هؤلاء بأنهم في هذه الحالة فساق هذا ما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى حينما نستمع إلى الآية من صورة الحجرات يعني كثير منا أن تقرأ فيها وأحكام نحكم بها على الناس دون تحقق ولا تفقد أحكام نعتك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ثم ستكون رغباً على ما تفقد وفي الكثير من الأحيان فقط تفقد كلنا من الأحيان فقط تفقد كم تفقد كم تفقد كم تفقد ما هو سبب النزول حتى نتيقل أن الأمر لم يكن بين كافر ومنافر الآية لا تتحدث عن كافر ولا تتحدث عن منافر ولا تتحدث عن مشرق إنما تتحدث عن رجولي من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من نعت في هذه الآية بأنه تأسف أنا صحابية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذن إن نعت أحد من عائلتك بعده أو أن تشك في خبر أحضره لك أحد من عائلتك فليس في ذلك مضرة حتى لا تلحق ضررا بإنسان آخر بغير دم روى الإمام أحمد في المسندي عن الحارث ابن أبي ضرار الأخ زمين يعني الفزاعين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني بالزكاة فعهدته أن أذهب إلى قومي وآتيه بزكاة قوم So the hadith starts like this مام أحمد reported that سيدنا الحال the father of جويرية بنت الحال and everybody should know who is جويرية بنت الحال he is he came to the Prophet صلى الله عليه وسلم الحارث ابن أبي ضرار الخزعين came to the Prophet صلى الله عليه وسلم after the father of بني المصطلق announced his Islam and the Prophet صلى الله عليه وسلم told him about the fault of zakah that there is something in Islam called zakah he knew about it and he promised the Prophet صلى الله عليه وسلم I'm going to go back to my people call them for Islam and collect the zakah and I will come back to you inshallah و تبارك وتعالى and he gave the Prophet صلى الله عليه وسلم a term for that there is a due time I'm going to come inshallah back to you with whom who agreed to pay the zakah I will collect it and I will come back to you ذهب إلى القوم دعاهم إلى الإسلام جمع الزكاة أعطاه من أعطاه ورفض من رفض فجاء الوقت الذي وحدده لنفسه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الانتفاق أن يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يجبع الزكاة فلم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول so the time the due time came and the Prophet صلى الله عليه وسلم was supposed to send him one of his صحابة a messenger to collect this zakah but the Prophet صلى الله عليه وسلم didn't send anybody so say in the moment he got worried قلق يعني وشعر أن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون لسخط يعني الأمر فيه قلق فا استشار قومه واجتماعوا على أن يأخذوا الزكاة ويذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم so at this point when the Prophet صلى الله عليه وسلم didn't send his messenger Sayyidina الحارث he got worried and he said that you know the Prophet صلى الله عليه وسلم never get laid on anything so maybe there is something wrong maybe the Prophet صلى الله عليه وسلم is not satisfied with our Islam so he discussed it with his people his tribe and they decided to take the ويخرجون لم يتأكد ولم يتثبت ولم يتحقق فرجع المسي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد منعون الزكاة وعرادوا القدر هكذا قال ما يحدث هو أنه في الوقت أنه يسأل الوليد عُقب لقلق الزكاة يرى أنهم يأتي مع الزكاة وقال أنهم يحاولون أن يقتلهم لذلك يرى الوقت إلى الوقت يقولهم صلى الله عليه وسلم أنهم يستطيعون صحابي يسمى الوليد عُقب يستطيعون أن يقلق الزكاة لأي وأنهم يريدون أن يقتلني وهذا لم يحدث لم يحدث هذا المبي presente عما يقولون هذا هو قبل المستقرة لأية الله لا فقط أن تحق فيها لا 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 أنها لا يمكنها exception حتى تحق في عبير بعض شخص و شيئاً يحدث وبدأ من أحدهم. لا تستطيع فهموا سبحان الله العظيم. فقط تبقى الأية. تبقى الأولى. تبقى الأولى. تبقى الأولى. حتى الآن سيداً. قبل التجميل عن الأية كانوا يسروا بحثاً فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بحثاً إليه. يعني بدموعاً من الصحابة لتحرك ما كان يحدث معهم. لذلك يجب أن يحدث معهم. سيدنا الحارث في المدينة المدينة. كانوا يأتي إلى المدينة. قالهم ، أين أنتم سأذهب؟ سأذهب إلى مدينة بعض الناس؟ قالوا أنهم لا نذهب إلى أنهم. لماذا؟ لأنهم لم يقفوا بقى الأزكاة ورغبوا يقتل المسجر من الله. قالوا أنهم لم يقفوا هذا. لم يقفوا هذا. لم يقفواه حتى لم يقفواه. لم يقفواه. أقسم بالله أنه لم يره ولم يهدد بقتله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم منعت الزكاة وأوضت قتل وسولي. فقال له الحارث يا رسول الله والله ما رأيته وما هددته بقتل. لذلك Lapera قتل أكثر من قصة الله. لذلك قلت الأن يتحدث للبي صلى الله عليه وسلم. لن يتحدث عليه. لن أحد أحد تتكلم بقتله. لن أحد صلى الله عليه وسلم فهو أحد الله تنتجه أكثر من قصة الله. لنهده من قصة الله في حياتك ونحن مقبلون على شهر الصيام على شهر الطاعة على شهر المغفرة على شهر رمضان يعني لابد أن تتحقق وتتثبت استمع إلى الآية جيدا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتسرع في حكم على أخيك المسلم قبل أن تتثبت وأن تتحقق هكذا أراد من النبي صلى الله عليه وسلم عندما تستمع إلى الآية يجب أن نستمعها في نحن نحن نستمع إلى الآية نحن نستمعها في نحن نحن أي شيء يحدث تتحقق في الأول أنك لا تتسرع لأي شيء ولكن كما تتحقق في الآية إذا كنت تأخذ أي أخي وكذلك تتحقق بسبب ما قلت وكذلك تتحققها سترققها هذا ما يقول الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى الناس الذي يتحقق لأنه يتحقق والله أليس أخذ أي شيء أخذ والله أخذ أخذ لنبي صلى الله عليه وسلم كافى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سبع كافى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سبع كافى بالنبي صلى الله عليه وسلم 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 كافى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أقول قولي هذا وأستغفر الله وإليكم قول الله اللهم سبعه بالنبي صلى الله عليه وسلم كافى بالنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكافى بالسلام على البدئة المسططة وأشهدو أن آله لأن الله أحنا ولا شهر لك وأشهدو أن محمد أن أعضله رسوله الله صلى الله عليه وسلم وبرك عليك وعلى آله وصحبه كباوه الأساسي ومن بعد من عادته ألا أغفل مجودة ميت بيننا دون الحديث عن الموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لتذكر الموت وأخبرنا لأن أفطل وأذكى الناس هو أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم لو استعداد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض أحياته قال لنا لن تركيب أن نذكر الموت يعني أننا يوجد أخوة أنه محظوظة ميلاً من عشر يكون مرسي منه ويقوم بإمكانك لأنه محظوظة لأنه محظوظة لأنه محظوظة لن يفعلون سيء إن شاء الله أحسابه في الجنة إن شاء الله نعطيه لأننا نترجم الله أعطيه لإمكانك But the question now is for everybody Are you ready To be in this place one day Maybe sooner or later You're going to be in the same casket Maybe the same one And you're going to be taken to the same cemetery That we are talking about Developing it And I was not joking when I told the brothers Please go Follow a janazah and have a look At the place and then you will think 100 times before Getting hesitant In participating in that project We worked there yesterday And you can tell that we need a lot of work And I think We did very good But still I can see many of the brothers They pray with us every day And they didn't participate I'm not blaming anybody But I was expecting them to be the first people To participate in that I was expecting them to be with us Like shoulder to shoulder To finish this For the sake of the community As we said before It is for the sake of the community Brothers and sisters Brothers and sisters The Prophet shallallahu alaihi wa sallam He said that go and visit the graves Visit the graves There is a lesson that you can take Example When you visit the graves When you follow the janazah It's not for the benefit of the dead person As it is for your own benefit For sure it is his right upon you Or her right upon you That you follow the janazah Of your Muslim brother or sister But still you need to go there You need to see your final destination And you need to think about it And you need to correct your relationship With Allah subhanahu wa ta'ala Again especially When you are almost Close to Ramadan And we mentioned before about Ramadan Yani Ramadan is knocking the doors Make the ilmiyyah Make the intention that inshaAllah You are fasting this Ramadan the whole month You are fasting this Ramadan the whole month Make this intention You might die tomorrow You will give the eggs For the whole month In shaAllah Tabarak wa ta'ala Brothers and sisters Allah subhanahu wa ta'ala Every soul is going to taste this death But the real winner Is the person who has been taken away From the hill fire But at the end of the day Nobody is going to be responsible For your own action Except your own sin The last thing is That what the brother said In the announcement That it is something That we should participate I think inshaAllah All the masjids in Edmonton They are collecting money For the flood victims in Calgary And this is not Like an Islamic project By the way It is a social project For the Canadian Muslims And the Muslims So inshaAllah We need to show them That we care We need to show Our brothers and sisters In Calgary That we care